موسيقى يود إنشاء صندوق المقاسة إلى العام 1941 من طرف السلطات الاستعمارية الفرنسية بهدف الحد من الانعكاسات السلبية للحرب العالمية الثانية على اقتصادها واقتصاد مستعماراتها وقد شرع المغرب في إرساء نظام دعم المواد الغذائية الأساسية ابتداء من أواصق الستينيات من خلال دعم سبع مواد أساسية في السنوات الأخيرة ووجه صندوق المقاسة العديد من الانتقادات مما جعل الحكومة المتعاقبة تنخرط في برنامج لإصلاح نظام الدعم سفي هي داني أسس نظام الدعم لتحقيق ثلاثة أهداف هي تنظيم عملية التزود بالمواد الغذائية الأساسية تأمين المقاولات من كل تقلب لأسعار المواد الأولية وحماية المسهلكين عبر التحكم في أسعار الاستهلاك عند إحداثه كان صندوق المقاسة يدعم سبع مواد غذائية أساسية هي الزيت والسكر والحليب والزبدة والدقيق الوطني ودقيق القمح الصلب وغاز البوتان يعتمد نظام الدعم على عاملين هما حجم الإنتاج وسعر التكلفة وقد استمر العمل بهذه الطريقة إلى حدود سنة 1996 عندما ستقوم الدولة بمراجعته لينسجم مع سياساتها الرامية إلى تحرير هذا النظام يعتمد صندوق الدعم في تمويل موارده على مصدرين هما ميزانية الدولة والمعادلات الجمركية وقد شرع في الهجوم على نظام دعم المواد الغذائية الأساسية وكان في مقدمة المطالبين بإلغاء دعم هذه المواد البنك الدولي في تقريره الصادر في أكتوبر سنة 1983 وبرر ذلك بثقة لحجم مصاريف الدولة من الدعم وأنه لم يؤدي إلى تحسين السهلاك الساكن الأكثر فقرا وعلى العكس فإن الفئة الغنية هي التي تستفيد مما حدى بالدولة إلى الاستجابة لتوصيته بإلغاء دعم مادتين أساسيتين لتغذية متوازنة هما الحليب والزبدة بدأت الدولة في إصلاح صندوق المقاصة من خلال تحرير الأسعار ووضع نظام جديد لحساب حجم الدعم يسمى الدعم الجوزافية بعد مجيء حكومة التنوب في سنة 1998 واصلت الدولة تنفيذ السياسات الرامية إلى التخلص من نظام الدعم وقد أقدمت الحكومة على الإلغاء الرسمي للدعم المخصص للزيت في يونيو من سنة 2000 ارتفعت ميزانية صندوق المقاصة من ثلاثة ملايير درهم سنة 2002 إلى نحو عشرين مليار في سنة 2008 وقد خصصت الحكومة الحالية مبلغ 32.5 مليار درهم لصندوق المقاصة يضاف إليها 15 مليار درهم من متأخرة السنة الماضية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة تم السهلاك 22.3 مليار درهم من الدعم أي ما يعدل 80% من ميزانية الصندوق لجأت الحكومة الحالية نهاية الأسبوع الماضي إلى الزيادة في أسعار المحروقات حيث ستوفر هذه الزيادات ما قدره 5 ملايير درهم وفي إطار الإصلاح اقترحت دراسة لمجلس المنافسة حول دعم المواد الأساسية كالسكر والدقيق والمواد البترولية إدخال إصلاحات عميقة على نظام الدعم من خلال تحرير استيراد هذه المواد وحذف الضريبة على القيمة المضافة لتغطية المصاريف الزائدة على المواطنين خصوصا الفئات الفقيرة اشتركوا في القناة